ولقد كان سيد الشهداء عليه السلام صاحب مشروعٍ إصلاحيٍ كبير إذ هو القائل إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالمة وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين ولقد حقق سلام الله عليه ما أراد على قلة الناصر وخذان الأمة في وقته وما ذاك إلا لأنه كان على بصيرة من أمره هو والذين معه قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والبصيرة هي الفهم الدقيق الواعي والثبات بل ومعرفة عواقب الأمور والهدف والغاية وما إلى ذلك من نكات مهمة والتفاتات عميقة قد لا تتيسر لأي أحد ونحن على وشك أن نودع زيارة الأربعين أو تودعنا نأمل أن قد صدقنا أنفسنا في الثبات على منهجه المبارك وإحياء أنفسنا من خلال إحياء هذه الشعائر وأعطينا لأنفسنا حقها من التأمل والتفكير الجاد من أجل الرقي إلى مدارج الكمال الممكنة والكينونة مع الحسين عليه السلام شكرا